لا شيء يوحي بأن الأزمة بين بغداد واربيل ستكون سحابة صيف عابرة فتراكم الخلافات بين الطرفين وصل إلى حد الانفجار بتأثير من قوى خارجية على رأسها إيران وفي حين تتمحور الأزمة الراهنة بين الطرفين حول كاركوك وحصة كردستان العراق من الموازنة العامة فإن ملفات أخرى لا تزالوا عالقة بينهما أبرزها قانون النفط والغاز إلى جانب ملف سيادة بغداد على المنافذ الحدودية البرية مع إيران وتركيا ومطاري أربيل والسليمانية وكذلك توحيد السلطة القضائية والصلاحيات الأمنية والإدارية لبغداد داخل كردستان العراق ويأتي ملف وجود المعارضين الإيرانيين في محافظات شمال العراق ليزيد من تعقيد الأزمة بين بغداد وأربيل وخصوصا مع وجود معلومات عن عملية عسكرية إيرانية مرتقبة ضد المعارضين الأكراد وهو ما سيحرج حكومة أربيل تجدد الأزمة بين بغداد وأربيل جاء بعد هدوء دام عشرة أشهر فقط من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني والتي منحتها الأحزاب الكردية ثقتها ضمن قائمة شروط وافق عليها الإطار التنسيقي إلا أن تطبيق هذه الشروط لم يتم بحسب مسؤولين في أربيل وهو ما اعتبروه إيذانا بالطعن بما وصفوها شرعية حكومة السوداني رئيس حكومة أربيل مسرور بارزاني اتهم حكومة السودان بانتهاك التفاهمات السابقة وتعمدها إلحاق الضرر بالمواطنين بمحافظات شمال العراق وعلى الطرف المقابل ذكر مسؤولون في بغداد أن حكومة أربيل تتصرف كأنها حكومة مستقلة منفصلة عن العراق مراقبون يرون أن التجاذبات بين بغداد وأربيل تتولد من حقيقة أن نظام الحكم في العراق بعد عام 2003 لم يقم على أسس وطنية ومبادئ دستورية تركز في الأساس على إعطاء المواطنين حقوقهم ضمن عراق جامع